السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وإن شاء الله معنا لعبة جميلة النهاردة علشان نجعل بيها أولادنا وإزاي نحن نطور من زكائهم ومن التركيز بتاعهم ومن انتباههم اللعبة النهاردة عبارة عن أربع نمازجة نعملهم لكم هذه نمازجة الأول التاني التالت الرابع عبارة عن أربع نمازجة مختلفين علشان نشوف تركيز الأولاد معنا والانتباه بتاعهم عمل إزاي طيب عبارة عن إيه اللعبة اللعبة مكونة عبارة عن ورقة وفيها تسع مربعات ومعنا تسع مربعات ألوان تمام تلاتة أخضر تلاتة أزرق تلاتة أورنج اللعبة بتبقى مكونة زي ما حدثتم شايفين هنا هنحطها هنوزحها توزيع عشوائي طبعا اللي قدامنا واخدها تلاتة أورنج واتنين أخضر وتلاتة أزرق تمام طبعا الولد أول حاجة هيفكر إزاي إن هو طريقة اللعبة طريقة اللعبة إن إحنا بمسايا بمربع فاضي علشان نوزع فيه المربعات الألوان طبعا إن هلعب دلوقتي قدامكم اللعبة علشان نعرف طريقة اللعبة بتاعتنا إزاي دلوقتي أنا مطلوب مني إن أنا هنا أولها أورنج وأخيرها أزرق طبعا ما دام أولها أورنج وأخيرها أزرق يعني أنا ممكن أعمل كده وأعمل كده وأعمل كده بالتالي هنا الأورنج وهنا الأزرق طيب هنا أفضل للأخضر أهو ممكن ديت تيجي كده طبعا كل واحد بتتحرك مربع واحد بس أنا عندي هنا ديت الخضرة وهنا ديت الزرق المفروض أن الاثنين دولت هيتغير أما فيهم فبالتالي الورق سيشغل دماغه إزاي أنه يلعب بالطرقة ديت بالتالي هنا أزرق أزرق أخضر أزرق كده مزبوطين ودولت مزبوطين بالتالي أهو ماشيين قدامه الورق ديت وأقول له يلا نفذ لي الورق ديت تمام؟ هيبدأ برضو يفكر ويشغل باله إزاي ينفذ ورقة زي دي تمام؟ وليكن إحنا كده لعبنا دي طبعا هنا في ورقة مختلفة اللي إحنا ديت هنشيلها تمام؟ بالتالي إحنا نفذنا الورقة تلانية في الولد لو عنده سرعة بديهة ومركز معاك هيلعب معاك بالطرقة ديت بالتالي لما شيله ديت وجه ننفذ ديت اللي قدامنا برضو معايا مربع واحد بس اللي بشها عليه فبالتالي هتلاقي مثلا لازم دماغه تكون شغالة إزاي أنه هو يبدأ يحرك المربعات بطريقة كده حلنا النموذج اللي معانا تمام؟ نبدأ نهير للنموذج اللي بعده طبعا أنت بتشغل دماغه وتخليه ركز معاك طبعا هنشيل واحدة زرقة هنا ونحط الواحدة اللي هي الأورنج نبدأ اللعبة بتاعتنا نبدأ نتحرك مثلا هذه الأزرق هذه الأخضر عندنا هنا مثلا الأخضر ممكن ده هذه الأخضر تمام؟ عندي مثلا أجيب الأورنج دي كده بالتالي أنا كونت ده طيب هنا أجيب دي كده كده النموذج ده برضو إيه خلاص معانا فبالتالي هي الفكرة إزاي إن إحنا نشغل دماغ أبناءنا وإزاي إن إحنا نرفعها عن نفسيهم بلعبة بسيطة جدا عبارة عن ورقة متقطع وأنا هشرح لكم في باقي الفيديو إن شاء الله طريقة عمل اللعبة دية تتعمل إزاي عبارة عن ورقتين بيت بنقطعوه النصين وبننفذ فيهم أربع نمازج مختلفين وعندي هنا الورقة دية أهي ورقة عادية خالص بيضة برسم عليها النموذج بتاعي وهنا ديت عبارة عن ورقة 3 سنطي في 3 سنطي إزاي نفذ عليها الرسم بتاعة اللعبة وبكده نكون نهيب طريقة عمل اللعبة وإن شاء الله دلوقتي هشرح لكم طريقة التأسيمة وطريقة عمل اللعبة إزاي بنصنعوها وإزاي بنعملوها جزاكم الله كل خير وهسيبكم مع بقى الفيديو في رعاية الله وأمن أدال على الخير جافعيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة